قمع الناشطين والمنتقدين لسياسات الحكومات المتعاقبة في العراق وملاحقتهم واعتقالهم او قتلهم بشكل ممنهج بات سمة البارزة لنظام المحصصة الطائفية في بغداد فبعد رضوق ايران وادرعها الميليشياوية بالتوقف عن مهاجمة القوات الامريكية اصبحت طريق معبدة امام ميليشيا الحجد لتصول وتجول وتقتل وتعتقل من تشاء من الناشطين العزل الذين لا يملكون سوى الكلمة الحرة الميليشيات الولائية تفرغت حاليا لترهيب النشطاء والمعارضين لنظام المحصصة الطائفية في حملة منسقة ضد حرية التعبير وفقا لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى والذي اكد ان الميليشيات تسيطر على السودان وحكومته وتسعى للتخلص من كل الانتقادات العلنية للانتهاكات التي يرتكبها افرادها واجهزة الدولة التي تديرها فالقمع بلغ ذروته في الاسابيع الماضية مع ارتفاع حالة السقط الشعبي على فشل حكومة السوداني في انجاز وعودها في محل العراق بالمرتبة التاسعة في مؤشر الحرية الذي تصدره منظمة فريدم هاوس المعنية بالشؤون السياسية وقضايا الديمقراطية والحرية المدنية لعام الفين واربعة وعشرين بينما اتهمت منظمة هيومان رايتس ووش والعفو الدولية السلطات الحكومية في العراق باستخدام قوانين مبهمة الصياغة للحد من حرية التعبير والسماح بتوجيه تهم جنائية ضد الاراء التي تتعارض معها ووصف تحالف الدفاع عن حرية التعبير قرار مجلس النواب برفع دعاوى على اي مؤسسة او فرد يسيء للمؤسسة التشريعية بانه قرار في غاية الخطورة ويرسخ الدكتاتورية الاجراءات والقوانين الحكومية التي تنفذها الميليشيات تشير الى وجود محاولات ممنهجة لتقويض حرية التعبير عن الرأي ويؤسس لمفهوم الدكتاتورية بثوب الديمقراطية الجديدة التي جاء بها الاحتلال ترجمة نانسي قنقر